بعد أشهر ستة من الخلاف والجدل تصل أزمة رئاسة البرلمان إلى مراحل الحسم الموعد هو السبت والمرشحون تقلص إلى اسمين فقط ولا يبقى إلا إجراء اختبار التوافقات هي ليست الأزمة نفسها التي استمرت قرابة الستة أشهر بخلافاتها وتعقدها فمشهد اختيار رئيس جديد للبرلمان قد توضحت مساراته الآن وتفككت المواقف السياسية ولا سيما بعد إعلان حزب تقدم تبنيه لمحمود المشهدان مرشحا له عن استحقاق الرئاسة قبيل موعد جلسة السبت المقبل لن يكون هناك رئيس للبرلمان ما لم يكن هناك اتفاق سني بالكامل ويلابد أن يكون هناك اتفاق شيعي اليوم المسألة في المعسكر السني في الساحة السنية جزء من الإطار أعتقد ذهب باتجاه دعم تقدم الجزء الآخر ربما يرى في السيادة هو الأفضل أو ينتظر أن يكون اتفاقا سنيا الأحزاب السنية الأخرى غير تقدم وبعض من قوى الإطار التنسيقي تحاول تغيير مخطط انتخاب رئيس مجلس النواب بإعطاء مساحة التصويت على المرشحين للنواب في جلسة الاختيار بينما يعاكس هذا الخيار مراقبون للمشهد السياسي برؤية أن منصب الرئيس قد حسم باتفاقات نوعية لا يمكن استبدالها بعد بعد ما أعلنت تقدم دعمها للمشهداني بتقديمها كمرشح بديل عن السيد الحلفوسي أصبحت السيناريوات قد تكون قريبة للواقع لكن يبقى الحد الفاصل هو موقف الإطار بالتالي قد نشهد يوم السبت حلبة اشتباك نوعا ما ستكون أسهل مما كان متوقع لها باعتبار أن هناك كثير من الكتل قد أعلنت تأييدها لهذا الطرف أو ذاك لكن يبقى تقدم هو صاحب القرار أكبر باعتباره يمتلك العدد الأكبر من النواف المكون السني ومع قرب عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الموقف السياسي للأحزاب السنية بدأ يخرج تباعا بعد قرار الإطار التنسيقي الذي أصره على ضرورة حسم هذا الاستحقاق سريعا وبأقرب اتفاق متوفر أحمد ليث بغداد قناة رابعة